عام 2021 شهد مزيدا من هيمنة الميليشيات على العراق سياسيا حيث عاش العراق دروة التوترات الأمنية والسياسية والتي تمثلت بالمواجهات بين عناصر الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتهمة تزويرها والقوات الأمنية ثم قصف الميليشيات منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء بعدد من الطائرات المسيرة ومثل هذا الهجوم تحولا نوعيا خطيرا في حالة الاحتراب بين القوى المتصارعة على الحكم ومحاولة واضحة من الميليشيات الولائية لممارسة أقصى ضغط للوصول إلى تسوية سياسية تعيد ترتيب موازين القوى بما يضمن تمثيل الميليشيات الخاسرة في الحكومة القادمة وعدم إخراجها من لعبة الحكم حتى إن جاءت عبر انتخابات سورية سبق الهجوم على منزل الكاظمي هجمات في تواريخ مختلفة بطائرات مسيرة نفذتها ميليشيات ضد أهداف أمريكية في بغداد وأربيلة والأنبارة وصلاح الدين وبابل ومناطق أخرى أعلنت بعض الميليشيات الولائية مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات وبقية الأخرى مجهولة المنفذ حتى اليوم كذلك تميزت سنة 2021 بازدياد عدد الاغتيالات الدموية للمتظاهرين في الحراك السلمي والناشطين والصحفيين اقتصاديا تفاقمت سيطرة الميليشيات على المفاصل الاقتصادية كما تضعفت عمليات التهريب ووسعت الميليشيات سيطرتها عبر ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية في المحافظات المنكوبة وتحكمها في أبار النفط والعلاقات التجارية على الحدود العراقية السورية كذلك قطعت الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال واستخدمت التهديد والإرهاب لتعيين الأكاديميين والمسؤولين المحسوبين عليها خاصة في المحافظات التي تحكم الميليشيات قبضتها عليها كما أنشأت مدارس طائفية خاصة لا علاقة لها بمنظومة التعليم الحكومية ما يؤكد عز الحكومة عن مواجهة أنشطة هذه الميليشيات إن لم يكن تواطئا معها لأن الحكومات التي عرفها العراق بعد عام 2003 ولدت من رحم ومضلة الميليشيات سواء التي تشكلت في إيران أو التي شكلها الغزو الأمريكي